طلب عاجل من الرئيس السيسي بوضع حد لسد النهضة والسدود التي تقام على أنهار دولية ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل الحكم على سيدة المحكمة في مصر ننشر أيضا التفاصيل وخبير مصر ينشر مفاجأة عن فيضان نهر النيل هذا الموسم ومستشار الرئيس السيسي يوضح نية الدولة في تأجيل العام الدراسي الجديد ووفاة فنان مصري كبير ننشر لحضركم التفاصيل وبيان هام من الرئيس السيسي لكل المواطنين ننشر أيضا التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار إن شاء الله واضغط على زرار أعجبني أو لايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول عاوزين نوصل ألف لايك أو أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وأنتو وطنيين وأدها نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا ويه طلب عاجل من الرئيس السيسي بوضع حد لسد النهضة والسدود التي تقام على أنهار دولية ورئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تسبب تفاقم تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية طلب الرئيس السيسي بوضع حد لهذا الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة تغير المناخ حيث يتم إقامة السدود دون توافق مع دول المصب على قواعد الملء والتشغيل رئيس السيسي أوضح أن ذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ والتي تمثل جانبا شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية خاصة في قرى الإفريقية التي تعاني من هذه الظاهرة وذلك المتعلق بنضرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتأثر الأمن الغذائي مصدر معنا كان من اليوم السابع هذا كان بيان الرئيس السيسي بوضع حد لهذا الأمر أترك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر عاجل الحكم على سيدة المحكمة في مصر وقضت محكمة مصرية بقبول الاستئناف المقدم من النياب على حكم براءة نهى الإمام المعروفة بسيدة المحكمة اللي هي يعني تعدت على ضابط وطبعا التهمة بتاعتها أنها تعدت على ضابط شرطة لتعاقب المتهمة بالحبس ثلاث أشهر مع إيقاف التنفيذ وكانت محكمة جنح النزهة أول درجة أصدرت حكمها ببراءة المتهمة من الاتهامين الأول والثاني المتعلقين بإهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف وحفسها شهرا مع إيقاف التنفيذ للعقوبة عن التهمة الثالث كان النائب العام المصري قد قرر إحالة وكيلة عامة بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها بما ترتب عليه ضررا مالي وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعد المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدياتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير تعدت عليه وأطلفت ردبته العسكرية والجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقع أرفق بها تصويرا لها كان قد نشهر بمواقع التواصل الاجتماعي مصدر معانا كم من الشروق أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل يعني تم الحكم على سيدة المحكمة ثلاث أشهر مع إيقاف التنفيذ أترك ليكم التعليق على هذا الخبر منتقل مع بعض الخبر آخر وخبير مصر ينشر مفاجأة عن فيضان نهر النيل هذا الموسم ذكر أستاذ الموارد المائية بجمعة القاهرة عباس شراقي في حديث لآرتي أن فيضان هذا الموسم حقق الهدف المنشود لشعبي وادي النيل حيث كان مرتفعا بنسبة 30% ونوه شراقي بأن الفيضان عام 2021 مرتفع بنسبة 30% مشيرا إلى أن الأمور على خير وعلى ما يرام وبين أن ظروة الفيضان ستنتهي بعد أيام قليلة مع حلول نهاية سبتمبر أوضح الخبير أن منسوب نهر النيل عند الخرطوم شهدا خفاضا تدريجيا منذ أن وصل إلى أعلى منسوب هذا العام 17.12 متر يوم 10 سبتمبر وهذا أعلى من منسوب الفيضان 73 سنتيمترا ولكنه انخفض بداية من هذا الأسبوع إلى أقل منسوب الفيضان وبالتالي زال القطر من مزيد من الفيضان على الخرطوم ولفت أن السور الفضائية تشيل إلى انحصار مياه فيضان النيل لتستقر بين ضفتيه مع وجود بقايا لمياه الفيضان في بعض الأماكن وتابع أنه ينقفض إيراد النيل الأزرق تدريجيا في سبتمبر وأكتوبر إلا أنه ما زال أعلى من المعدل بحوالي 28 في سبتمبر ويبلغ التصريف من أعلى سد النهضة اليوم حوالي 523 مليون متر مكعب وهذا أقل تصريف منذ نهاية يوليو الماضي ولكنه أعلى من المتوسط لهذا اليوم بحوالي 40% كما يستمر انخفاض الأمطار تدريجيا حسب شراقي حتى نهاية اكتوبر حيث يصل إيراد النيل الأزرق في نهاية اكتوبر لـ 200 مليون متر مكعب يومي مصدر معنا كم من RT أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر انتقل مع بعض الخبر آخر ومستشار الرئيس سيسي وضح نية الدولة في تأجيل العام الدراسي الجديد قال مستشار الرئيس المصري للصحة الوقائية محمد عوى التاج الدين ان مصر تسير بخطة جيدة ضد الوبا في كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأشار ان وزارتين التربية والتعليم والتعليم العالي وضعتها خطة لكل منتسبي الوزارتين وأضاف تاج الدين أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي وضح أن هدف الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات هو عودة الحياة في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم وأن وزارة الصحة تبذل العديد من المجهودات مع كافة الوزارات لتوفير الاحتياجات ضد الوبا للمواطنين لأنها أصبحت أولوية قصوى وبنهاية العام الجاري يتم محاربة الوبا بأكبر عدد المصدر معنا كم من الوطن أترك لحضراتكم التعليم على هذا الخبر انتل مع بعض القبى الآخر معنا ووفاة فنان مصري كبير وأعلن الفنان المصري عمر خرشد وفاة والد الفنان إيهاب خرشد مساء الأحد عن عمر نهز 82 سنة وكتب عمر خرشد على حسابه على فيسبوك توفى إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خرشد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض واشتهر الفنان إيهاب خرشد في السمانينياب بأعمال عديدة منها أولاد الملجأ صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب وإيهاب خرشد هو نجل الراحل أحمد خرشد أستاذ التصوير السينمائي والمنتجة الراحلة اعتماد خرشد وشقيق العازف الراحل عمر خرشد المصدر معنا كان من المصري اليوم ربنا أرحمه وإخفره إن شاء الله وأترك لحضراتكم التعليم على هذا الخبر ننتلم بعض الخبر آخر معنا وبيانها من الرئيس السيسي لكل المواطنين وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر بعد مرور سنوات على بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أكد إن مصر مستمر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بخطة ثابتة رغم كل تحديات والذي بدأت فيه منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وأضاف الرئيس السيسي في كلمته الإفتراضية أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية تجاه أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الاقتمامي وأكد أن النجاح الذي حققته مصر على صعيد التنمية الشاملة على مدار السنوات الماضية لم يأتي دون تضحيات مضيفا أن المغاطر المصري أثبت قدرته على تحمل الصعابة في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروع وذكر أن هذه الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من تحمل تبعات الوباء وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف من أثرها استلبية مصدر معنا كم من صحيفة الموجز أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل نروح لآخر خبر حزيم معنا ووفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين تنطاوع العمر 85 سنة توفى صباح اليوم السلساء وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين تنطاوي عن عمر 85 سنة وقد تعرض المشير تنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر وتولى المشير تنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للجيش المصري بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستوري في 1 يوليو 2012 بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 وتخرج محمد حسين تنطاوي في كلية الحربية المصرية عام 56 ثم كلية القادة والأركان وأشارك في حرب 67 وحرب اكتوبر 73 المصدر معنا كامل المصر اليوم ربنا أرحمه ويغفر له إن شاء الله ويجينا مع بعض لانهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله بإذن الله ويعني اكتبوا لنا في التعليقات تحت أي حاجة شايفينها في المحتوى اللي أنا بقدمه لو ينفع نعدل فيها أو نحسنها يعني بإذن الله إذا كان التصوير أو الصوت أو المحتوى اللي بقدمه يعني تعليقات حضراتكم مهمة جدا كان معكم طبعا أبا نوب المسؤول عن المنتاج تحية طيبة لي والعبد لله الفقير إسلام الأمير إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته